تلميذ سنة رابع بداية السلام عليكم هذا اختبار فصل اول في مادة رياضية سنقوم بحله معا لدينا التميين الاول انجزنا عمليات عموديا لدينا اربع عمليات افقية ننجزها عموديا العمليات القولة نكتب افقية دائما نبلغ بالوحدات ثلاثة ثمانية ستة واحد خمس واحد ثلاثة واحد نضيف ثلاثة واحد اتنا ثلاثة أكبر تسعة ثلاثة تسعةIndsem primeira مضيف تم ايه تسعة عشرة أشانية ح Хорошо سبعة 10 نكتب صبع ونقتفرب بال10 ستة زائل صتان احسنتم اثنى عشرة والواحد ثلاثة عشر مواصل ثلاثة عشر تمانية زايد واحد تسعة واحد احسنتم عشر نكتب الصفر نحتفل من واحد بالعشر خمسة زايد خمسة احسنتم عشر والواحد احدى عشر احدى عشر اكبع زايد صفر اكبع والواحد خمسة اذا تحصلنا على خمسمائة وعشرة الف وثلاثمائة وعبعة وسبب نكتب افقية ننتقل الى العملية الثانية خمسمائة وتسعة وعبعونة الف وستمائة وعشرون ناقص اثنان تعمل من واحد اثنان سبعة وخمسة وواحد سفر ناقص اثنان سفر اصرم اثنان ستعير عشر احسنتم عشر هنا تصبح عشر وهنا تصبح سبعة زايد واحد تمانية عشر وهنا تمانية عشر ناقص اثنان اثنان واسعد الى العشر اثنان ثلاثة أكبعة خمسة سبعة تمانية تسعة عشر من اثنان واسعد نحصل واحد من ثلاثة أكبعة خمسة سبعة تمانية عشت التسعة اثنان 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 اع admire عشر وواجع هنا تصبح اثنان واحد ja undda12igerolle ثلاثة الى العشر اثنان 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 ناقص تمانية تسعة الى اثنى عشر تمانية تسعة عشر احدى عشر اثنى عشر اجد اربعة ستة ناقص احسنتم ستة سفر تسعة ناقص واحد واحد واسعد واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تبني اجد تسعة اجد ثمانية اربعة ناقص سفر ناقص واحد اجد ثمانية اربعة ناقص اثنى نتيجة خمسم المئة 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 وثمانية اربعة نكتبها و نتقل الى لعماليات الثالثة اعاماليات ضرب مية أو تمانية وخمسون ضرب ثلاثة ضرب دائما نحوض عدد ثلاثة إذا ثلاثة نضربها في تمانية ثم نضربها في خمسة ثم نضربها في واحد ثلاثة ضرب تمانية أحسنتون سوي أربعة وعشرون ثلاثة ضرب خمسة تسوي خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر سبعة عشر ثلاثة ضرب واحد تسوي ثلاثة الواحد أربعة نتيجة أربعة ومئة تنوى أربعة وسبعة دائما نضربها في تمانية وحدات عشر مية لكالكين أعداد وواسط كل الأعقاب الموجودة الفوق عملية الثالث الرابعة خمسمائة وتسعة وعشرون ضرب اثنى عشر لدينا عدد متكومي رقمين نبدأ برقم الأول اثنان أضربه في تسعة واثنان وخمسة ثم أنتقي إلى العدد واحد كذلك نفس الشيء أضربه في تسعة في اثنان في خمسة نبدأ بالعدد اثنان اثنان ضرب تسعة أحسنتم تمانية عشر تمانية عشر اثنان ضرب اثنان أربعة نضيف الواحد خمسة اثنان ضرب خمسة أحسنتم عشر إذا ننتقل الآن إلى الواحد دائما نضع نقطة واحد نفس الشيء في تسعة في اثنان في خمسة واحد ضرب تسعة تسعة واحد ضرب اثنان اثنان واحد ضرب خمسة خمسة ثم نقوم بعمليات الجمع تمانية زائد اثنان ثم تسعة خمسة خمسة ستة ثبانية تسعة عشر إثنان عشر تتنى عشر تتنى عشر سيفون زائد اثنين اثنين ونضيف الواحد ثلاثة واحد زائد خمسة أحسنتم ستة إذن تشوي 6300 أوروة 48 إنتهينا من أربع عمليات أنجزناهم عمودية وكتب النتائج وفقية التنميذ الثاني أكمل الجدول التالي لدينا الجدول الكتاب دائما نقع العنامي الكتاب بالحروف الكتاب بالألقاب رقم المئات عدد المئات الكتاب بالحروف 170,015 130,015 35,020 14,900 إذن كيف نطبع بالأطعم 170,000 170,020 نكتب مئات وسبعون ألف نتوقف نضع ثلاث نقاط وحدات عشرة مئة كتبنا الألاف 170,020 بقي لنا وحدات العشرة مئة ونقل 15 نكتب 15 نضيف النقطة سفا مئات وسبعون ألف نقاط نقاط رقم المئات وسبعون ألف نقاط مئات وسبعون ألف وخمسة وثلاثون ألف نقاط أحدات عشرة مئة و 20 نكتب 20 نضع سفا نسل الطريقة 14000 وتسعمائة نراجع 17015 3520 14900 ثانيا رقم المئات لدينا رقم الوحادات رقم العشرات رقم المئات رقم وحدات رقم وحدات الآلاف رقم عشرات الآلاف ورقم مئات الآلاف المطلوب هو رقم المئات أين هو رقم المئات؟ وحدات عشرات مئات إذن رقم المئات هو أحسنتم العدد الثاني وحدات عشرات مئات رقم المئات كذلك عدد الثالث هو عدد عشرة مئات دخول المئات هو أحسنت تسعة عدد المئات لدينا عدد المئات هنا نأخذ عدد المئات ونحوض كل هذا عدد المئات ألف وسبعم مئات نأخذ عدد المئات يأخذ عدد المئات يأخذ عدد المئات 149 ألف طلب منها رقم الآلاف مثلا هنا خمسة عدد الآلاف من خمسة نقوم بكل ما يأتي من جهة اليسر إذا نراجع رقم المئات سفر رقم المئات سفر رقم المئات سفر عدد المئات سفر عدد المئات 1700 عدد المئات 350 و عدد المئات 149 أربعة ننتهي من الثمين الثاني ننتقل إلى الثمين الثالث أكتب مضاعفات اثنان المحصورة بين 21 و 35 إذن كنعرف أن العدد مضاعف اثنان يجب أن يكون رقم الوحدات ذلك العدد إما يكون رقم الوحدات سفر أو اثنان أو أربعة ستة أو ثمانية إذا وجدنا رقم الوحدات سفر أو اثنان أربعة أو ستة أو ثمانية نقل أن العدد من مضاعف الاثنان المطلوب كتاب مضاعف لكن ليس كل الأعداد المحصورة بين 21 و 35 إذن نكتب كل الأعداد المحصورة بين 21 و 35 ثم نبحث هل هي من مضاعف الاثنان أو ليست من مضاعف الاثنان أولا نكتب كل الأعداد من 21 ونصح 21 و 22 بدأ وقف حتى 25 23 24 25 26 29 29 نواصل 30 31 32 33 34 35 من 21 إلى 35 كتبنا كل الأعداد المحصورة بين 21 و 35 الآن نبحث من هي الأعداد المضاعف الاثنان ننظر إلى رقم الوحدات هنا رقم الوحدات واحدة لا يوجد إنه ليست من مضاعف الاثنان هنا رقم الوحدات الاثنان من مضاعف الاثنان هنا رقم الوحدة الاثنان ليست من مضاعف الاثنان رقم الوحدة الاثنان من مضاعف الاثنان رقم الوحدة 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 الاثنان أثنان وثلاثون أربعة وثلاثون خمس وثلاثون ليست 800 مضاعفات إثنين خمسة لاتوشهد هنا إلا صف تنين أربعة شتة ثبني ثم نبقى نجيب عن السؤال أكتب مضاعفات إثنين المحصورة بين واحد واثنون وخمس وثلاثون المضاعفات المحصورة بين واحد واثنون وخمس وثلاثون هي هي 22 24 26 28 30 32 و 34 هذه الأعداد فقط التي هي من مضعفة 2 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 4 3 5 أجسم المستقيم K علين النقطتين A و B على المستقيم K أجسم المستقيم D الذي يشمل النقطة A و يعامل المستقيم K أجسم المستقيم أ الذي يشمل النقطة O و يعامل المستقيم K مَا وضعية المستقيمين D و K نجيب عن كل هذه الأسئلة سوف نبدأ بسؤال أولا أغصم المستقيم إننا نطلق منها أغصم معنى مستقيم وعنى مقصص معنى مستقيم بالمستقيم معنى مستقيم معنى مستقيم اسمه ك كل مستقيم لديه اسم هذا المستقيم اسمه ك مصنف معه activity معنى مستقيم وحتى clutch معنى مستقيم معنى مستقيم معنى مستقيم على المستقيم المستقيم الذي اسمه K. عين النقطة T. ثالثا. اكسب المستقيم D. مطلوب رسم مستقيم مثل هذا D. لكن اسمه D. لكن الشرط هي الشرط الذي يشمل النقطة A. يجب أن يكون يمر من النقطة. من هكذا و هكذا. شرط أن يمر من النقطة. هكذا و هكذا. المهم يمر من النقطة. و الشرط الثاني و يعامل المستقيم. يعامل معنا نستعمل خرش. يمر من النقطة يمر من النقطة و يعامل المستقيم. يعامل معنا يشكل لنا الزاوية قائمة. يمر من النقطة. ماذا رسمنا؟ رسمنا مستقيم اسمه D. نكتب اسمه. يمر من النقطة A. و يعامل. يشكل لنا الزاوية قائمة مع المستقيم K. رابعا نفس الشرط. يمر من النقطة A. يمر من النقطة. يمر من النقطة A. يمر من النقطة A. يمر من النقطة A. و يعامل أي مستقيم K. يمر من النقطة A. و يعامل ما اسمه. اسمه E. رسمنا مستقيم E. نراجع. لذلك اولا رسمنا مستقيم اسمه K. عيننا نقطتين A و B من المستقيم أو على المستقيم K. ثم طلبوا مننا رسم مستقيم آخر اسمه 2. يجب أن يمر من النقطة ويعابد المستقيم رصلنا مستقيم آخر يمر من النقطة ويعابد المستقيم يشكلنا كذلك زاوية قائمة سؤال الخامس ما هو وضعية المستقيمين دي و أ ها هو المستقيم د و ها هو المستقيم ما هو وضعية ماذا، أما كيف هما؟ المستقيم دي و أ هل هم متوازيين أم متعاملين نباحي المستقيمين أحسنتم متوازيين نجيب وضعية المستقيمين D و E أحسنتم متوازيين نباحي المستقيمين متوازيين ييني ننتقل إلى الوضعية الإدماجية نقاط الوضعية الإدماجية أراد المدير مدرسة تجهيز قسمي أشترى ستة طاولات ثمان الطاولات الواحدة 2500 ديناع وعشرون كرسي ثمان الكرسي الواحد 900 ديناع وصبورة ب 3500 ديناع سؤال أول ما هو تمنشر الطاولات ما هو تمنشر الكراسي ثالث كم كلفات تجهيز القسمي ماذا يجد في الوضعية مدير مدرسة أراد تجهيز القسم ماذا اشترى؟ اشترى طاولات ستة طاولات واشترى كذلك 20 كرسي واشترى صبورة ثلاث أشياء طاولات اشترى 8 طاولة الواحدة 2500 ديناع 8 كرسي الواحد 900 ديناع صبورة الواحدة فقط 3500 ديناع المطلوب ما هو التمنشر الطاولات دائما وضع الماجهة فرياضيات اكتب الحل الضعمود من هنا دائما هذه العمليات الأجوبات ونبدأ السؤال الأول ما هو ثمن شراء الطاولات إذا نبحث كم اشترى من الطاولات اشترى ستة طاولات ستة طاولات اشترى ستة طاولات ثمن الطاولات الواحدة 2500 ديناع هذه ثمنها 2500 ديناع هذه ثمنها 2500 ديناع كذلك ثمنها 2500 ديناع ضرب تكرارت ستة مرات أحسنتم عمليات الضرب عندما نرى التكرار أو الطاولة الواحدة عمليات الضرب ثمن طاولة الواحدة 2500 ديناع مضربة في 6 ستة طاولات ثمن الطاولة الواحدة 2500 ديناع نجري من الجهة الأخرى الجهة المقابلة عمليات عمودية 2500 ضرب 6 نبحث عن النتيجة 6 ضرب هنا 6 ضرب 0 6 ضرب 0 6 ضرب 5 أحسنتم 30 6 ضرب 30 30 30 30 6 ضرب 12 مضيف 3 13 14 15 إذا ثمن كل الطاولات هي 15000 نجري من السؤال نجري من السؤال شراء الطاولات 15000 ديناع أجبنا عن السؤال الأول ننتقل إلى السؤال الثاني ما هو ثمن شراء الكراسي؟ نبحث أين هم الكراسي؟ ثمن طاولة الواحدة 15000 و 20 كرسيين ثمن الكرسي الواحد 900 ديناع إذا كم اشترى من كرسي؟ أحسنتم 20 كرسي هل هذا الثمن 900 ديناع ثمن كرسي واحد أو كل الكراسي؟ هذا الثمن الكرسي الواحد إذا عملية جيدة عملية الدرب 900 ثمن الكرسي الواحد ضرب عدد الكراسي هو 20 نجرينا عملية عمودية 900 ضرب 20 هنا عندما نرى الأصفر من جهة اليسار من جهة اليمين عفوا نحوظ الأصفر و نضرب 2 ضرب 9 بقية لنا 2 9 ضرب 2 أو 2 ضرب 9 تساوي 18 و ننزل الأصفر 1 2 ثلاثة عندما كنا لدينا مثلا عدد 108 هنا لا يمكن تقطير السفر لا هنا فاطعة يجب أن يكون الأصفر من جهة اليمين مثل هنا كذلك يمكن أن نقوم بها من الشئ الآخر 500 أو 10 2500 أضرب 6 نحوظ الأصفر و نضرب 6 في 5 و 6 و 30 و 6 و 6 و 12 و 13 و 15 و ننزل الأصفر تحصل على نفس النتيجة إذا حصلنا على 18 ألف و ننزل و ننزل عن السفر ما هو 8 شراء الكراسي 8 شراء الكراسي 18 ألف و ننزل و ننزل نتقذ إلى السؤال الثالث كم كلفته تجهيز القسمي؟ إذن كم كلفته المدير؟ كم كلفته تجهيز القسم؟ إذن نراجع ماذا اشترى المدير المدرسة؟ اشترى الطاويلات، اشترى الكراسي، وكذلك اشترى الصبور كم كلفته تجهيز معنا ثمن، كل المشتريات، ثمن الكراسي، ثمن طاويلات وجدناه 15000 وجدنا ثمن طاويلات وجدنا ثمن الكراسي، 18000 إذن أحسنتم عمليات الجمل، ثمن طاويلات زائد ثمن الكراسي زائد ثمن الصبور، ثلاث أشياء اشترى المدير إذن نكتب الأعمال الكفوقية، ثمن طاويلات، 15000 نضيف لها ثمن الكراسي، 18000 ماذا اشترى كذلك؟ اشترى صبورة ب 3500 هذا ثمن كل المشتريات، ونقم بعملية الجمل، 15000 ثمن ثمن pellجعةpert، 18000 زائد 3500 نبدأ هناً، الض orig knights أن نpe goes through ثمن 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 خامسة زائد ثمانية، نضيف ثمانية و نضيف لم تجربة ثمانية نضيف ثلاثة ثمانية و نضيف ثلاثة أحسنتم، ثمانية و خمسة ثمانية و ستة تتعاشة واحد وانية وثلاثة إذا تحضن على ستة والثلاثة من الفين و خمسة و متعة نجيبان سؤال كم كل فاتو تجهيز القسمي كل فاتو تجهيز القسمي نجيبان 630000 و 50000 و 20000 نجيبان سؤال الوضعية إذا اشترى مدير مدرسة اشترى 6 طاويلات 8 طاويلة 1500 دينا عملية الدرق اشترى 20 كرسي 8 كرسي 91 دينا عملية الدرق مطلوب وجدنا 8 طاويلات وجدنا 8 كل الكراسي مطلوب كل فاتو تجهيز معنا 8 كل المشتريات عملية الجن 8 طاويلات 8 كراسي وأضطنا له 8 صدورة وجدنا 36500 دينا وكذا انتهينا من الوضعية وانتهينا من كل اختبار لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس اشعارات لاتصلكم الجديد إلى الاختباع القادم إن شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة